يا أهلين تعالوا أسوي معاكم طريقة التوت المحشي ونمغطى بالشوكولاتة والطعم جدا لذيذ أول شي رح أستخدم التوت الأحمر رح نغسله وننشفه والآن بالخلاط رح نجهز الحشوة ثلاث حبات من جبن الكيري نصف ظرف من الدريموب وملعقتين من القشطة نضربهم بالخلاط لما نحصل على كريمة قوامها ثقيل والآن بأكياس التوزيع أبدأ أحشي حبات التوت وندخلها على الثلاجة تقريبا ربع ساعة الآن رح أذوب الشوكولاتة اللي رح نغمس فيها حبات التوت أنا هنا ذوبتها أول شي على درجة حرارة 40 نقلتها على صحن ثاني وأبدأ أحرك لما تكون عندي درجة الحرارة 30 ونبدأ نغمس حبات التوت بعد ما نغمس التوت رح ننقلها إلى صحن فيه ورق زبدة أنا هنا حبيت أزينها بالشوكولاتة البيضة ممكن تزينونها بأي زينة أنتم حابين رح ندخلها للثلاجة من ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات لما تتماسك معاي وتكون معاي بهذا الشكل الجميل الطعم جدا لذيذ وبكذا تكون معانا جاهزة للتقديم وعلينا وعليكم بألف عافية لازم لازم تجربوها